كأس أمم أفريقيا كوتيفور 2024 جدول المباريات، تسكير بالمجموعات، سجل الأبطال، ملاعب البطولة، حظوظ منتخباتنا العربية، القنوات الناقلة كل شيء بالتفصيل عن كأس الأمم الأفريقية القادمة كوتيفور 2024 السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال مهم جدا للمتابعين لازم تجاوب عليه في صندوق التعليقات عشان هنرجع له فيما بعده نعرف مين أصحاب الرأي أو التوقع الصحيح توقع معي في هذا الفيديو المربع الزهبي لكأس الأمم الأفريقية يعني اكتب لي في التعليقات أسماء أربع منتخبات تتوقع صعودهم إلى المربع الزهبي دور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية القادمة يعني مثلا توقع مصر، تونس، الجزائر، المغرب، توقع السنغال، الكاميرون، كوتيفور، مصر توقع أي أربع منتخبات أنت شايف أن هم يقدروا يروحوا إلى المربع الزهبي في البطولة القادمة يلا كله يشغل الزاكرة ويشغل التوقع ويشغل الحسد سادسة ويكتب لنا أسماء أربع منتخبات شايف أن هم ممكن يوصلوا إلى المربع الزهبي النسخة اللي جاية هي رقم 34 من كأس الأمم الأفريقية البطولة المهمة جدا داخل القارة الأفريقية البطولة ستقام في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام القادم عام 2024 بمشاركة 24 منتخب للمرة التانية على التوالي بعد بطولة 2021 اللي كانت في الكاميرون تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها أربع منتخبات بالنسبة لنظام البطولة بالنسبة للمتأهلين إلى دور الستاشر هناخد أول وتاني كل مجموعة صاحب المركز الأول والمركز الثاني من كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى دور الستاشر هنحتاج أربع منتخبات هناخدهم من أفضل منتخبات متواجدة في المركز الثالث أذكرك بالمجموعات المجموعة الأولى بتضم كوتيفور نيجيريا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو دي المجموعة الأولى المجموعة الثانية فيها مصر وغانا وكابفردي وموزنبيق المجموعة الثالثة فيها السنغال الكاميرون غينيا وجامبيا المجموعة الرابعة فيها الجزائر بوركينافاسو موريتانيا وأنجولا المجموعة الخامسة فيها تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا المجموعة رقم ستة فيها المغرب والكونغو الدموقراطية وزامبيا وتنزانيا إذن عندنا منتخباتنا العربية مصر في المجموعة التانية وأيضا منتخب الجزائر وموريتانيا في المجموعة الرابعة تونس في المجموعة الخامسة والمغرب في المجموعة رقم ستة ده بالنسبة للمجموعات لو جينا نشوف ملاعب البطولة الملاعب اللي هتجرى عليها البطولة وملاعب منتخباتنا العربية ملعب السلام بواكي اللي بيتسع إلى 40 ألف متفرج اللي هتتلع فيه مباريات المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني طبعا ومجموعتهم بالكامل ملعب أمادون جون كولوبالي اللي بيتسع إلى 20 ألف متفرج وهتتلع فيه مجموعة المنتخب التونسي ملعب فيليكس أوفوي بواني 23 ألف متفرج وهتتلع فيه مجموعة المنتخب المصري ملعب لوران بوكو اللي بيتسع إلى 20 ألف متفرج وهتتلع فيه مجموعة المنتخب المغربي ملعب الحسيء الحسن وطارة اللي هتتلع فيه مباراة الافتتاح والمباراة النهائية 60 ألف متفرج ومجموعة متخب كوتيفار ملعب شارليس كونان باني اللي بيتسع إلى 20 ألف متفرج وهتتلع فيه مجموعة السنغال والكاميرون ده بالنسبة لملاعب البطولة لو جينا نتكلم عن القنوات النقلة أكيد قنوات بين السبورتس القطرية هي النقل الحصري لبطولات الكاف وإن شاء الله نستمتع بأصوات المعلقين المميزين عندنا في الوطن العربي بالنسبة لجدول المباريات لمنتخباتنا العربية هعرض لك على الشاشة منتخباتنا العربية والجولة الأولى والتانية والتالتة بالكامل ولكن أخص بالذكر مباريات منتخباتنا العربية المنتخب المغربي تلات مواجهات في الجولة الأولى هيلعب تنزانيا يوم الأربعة 17 يناير الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب الجولة التانية ضد الكونغو الدموقراطية يوم الأحد 21 يناير 3 مساء بتوقيت المغرب والجولة الأخيرة للمنتخب المغربي ضد منتخب زنبيا يوم الأربعة 24 يناير الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب نروح بقى لمباريات المنتخب المصري هيلعب موزنبيك في الجولة الاولى يوم الاحد 14 يناير الساعة 7 مساء بتوقيت مصر غانا في الجولة التانية يوم الخميس 18 يناير 10 مساء بتوقيت مصر كاب فردي في الجولة التالتة يوم الاثنين 22 يناير الساعة 10 مساء بتوقيت مصر نروح بقى لمنتخب الجزائر اللي هيلعب انجولا في الجولة الاولى يوم الاثنين 15 يناير الساعة 9 مساء في الجولة الثانية ضد بوركينا فاسو يوم السبت 20 يناير الساعة 3 مساء في الجولة الثالثة ضد موريتانيا الساعة 9 مساء يوم السلساء 23 يناير ده بالنسبة لمباريات منتخبنا الجزائري بالنسبة لمباريات منتخب تونس ضد ناميبيا في الجولة الاولى السلساء 16 يناير 6 مساء بتوقيت تونس الجولة الثانية ضد مالي الساعة طبعا يوم السبت 20 يناير الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجولة الثالثة تونس ضد جنوب أفريقيا يوم 24 يناير الساعة 6 مساء بتوقيت تونس بالنسبة لمنتخابنا الموريتاني موريتانيا هيلاعب بوركينة فاسو في الجولة الأولى يوم السلساء 16 يناير الساعة 4 مساء بتوقيت مصر موريتانيا ضد أنجولا في الجولة الثانية يوم السبت 20 يناير الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وفي الجولة الأخيرة موريتانيا ضد الجزائر والديربي العربي يوم السلساء 23 يناير الساعة 10 بتوقيت مصر يعني 9 بتوقيت الجزائر ده بالنسبة لجدول مباريات منتخباتنا العربية في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوتيفوار 2024 هنا أذكرت بقى بسجل الأبطال لهذه البطولة العريقة مصر هي صاحب الرقم القياسي 7 بطولات الكاميرون 5 ألقاب غانا 4 ألقاب نيجيريا 3 ألقاب كوتيفوار والجزائر وجمهورية الكونغو الدموقراطية لقبين السودان وتونس وزنبيا والمغرب والسيوبيا وجنوب أفريقيا والسنغال والكونغو لقب واحد ده بالنسبة لسجل الأبطال نروح بقى للجوائز للبطولة ما هي الجوائز المالية التي ستحصل عليها الفائزين بالبطولة المركز الأول 5 مليون دولار المركز الثاني تقريبا 2 مليون دولار الثالث 2 مليون دولار والرابع 2 مليون دولار ده بالنسبة للجوائز المالية عايز أقولك أن حامل اللقب في هذه البطولة هو منتخب السنغال سنة 2021 لما فاز على منتخب مصر في المباراة النهائية بدربات الجزاء الترجحية كل التوفيق والدعم والمساندة لمنتخباتنا العربية المشاركة في هذه البطولة خمس منتخبات عربية مواجهات في منطقة القوة شهر يناير القادم إن شاء الله نستمتع كلنا بأداء منتخباتنا العربية منتخب مصر منتخب الجزائر منتخب المغرب منتخب تونس ومنتخب موريتانيا كنا سمعنا أن في مشاكل على مستوى الإقامة والمعيشة والتنقل داخل كوتيفار إن شاء الله للاتحادات الوطنية بتاعتنا تبدأ تتحرك بدري بدري سمعنا أن المغرب اتحرك وبدأ يجهز أموره من هناك على حسابه الخاص وعلى مسئوليته الخاصة الجامعة الملكية المغربية أتمنى مصر تعمل كده الجزائر تعمل كده تونس تعمل كده وموريتانيا تعمل كده كلنا نروح نشوف أمورنا بنفسنا ونستعد ونهيئ الظروف للاعبنا وأجهزتنا الفنية أن يقدموا بطولة ولا أروع بطولة قوية وكل الجماهير بتكون على شغف وبتكون على متابعة لهذه البطولة الهامة جدا في داخل كارة إفريقيا وهي كأس الأمم الأفريقية الكان الإفريقي تجمع الأفريقى تجمع الأشقاء الأفريقى في كوتيفار هذه المرة أتمنى كل التوفيق وإن شاء الله هنتابع معكم كل كبيرة وصغيرة في هذه البطولة أولا بأول أتمنى تعملونا دايما لايك للفيديو اشتراك في القناة لو حبيتم شير مشاركة في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته